موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلبات الصف السادس الإعدادي في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم من فضائية العراق التربوية ودرسنا اليوم هو في الأدب والنصوص كنا قد تحدثنا عزيزي الطالب في دروس سابقة عن المدرسة التي أحدثت التغيير والتجديد الحقيقي في الأدب وهي مدرسة الشعر الحر وتناولنا خصائص هذه المدرسة والظروف التي ساعدت على نشوئها تحدثنا عن رواد الشعر الحر وقلنا بأن رواد الشعر الحر في العراق هم بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وبولند الحيدري وعبد الوهاب البياتي دسنا اليوم هو شاعر من رواد هذه المدرسة وهو الشاعر العراقي بدر شاكر السياب بدر شاكر السياب عزيزي الطالب هو شاعر عراقي ولد في محافظة البصرة في قرية تدعى قرية جيكور تابعة لقضاء أبي الخصيب في عام 1926 لو أتينا إلى حياة الشاعر عزيزي الطالب وتساءلنا من هو بدر شاكر السياب السياب كما قلت لك عزيزي الطالب هو شاعر عراقي ولد عام 1926 في قرية جيكور من قرى قضاء أبي الخصيب بالبصرة وهو من أشهر رواد التجديد في الشعر العربي المعاصر ومن أوائل مؤسسي مدرسة الشعر الحر مع زملائه من الشعراء الذين ذكرناهم في بداية الدرس نقول عن السياب أنه عاش ليثم مبكرا بعد وفاة أمه وتلقى علومه الدراسية بين البصرة وبغداد توفاه الله في الرابع والعشرين من كانون الأول من عام 1964 في المستشفى الأميري في الكويت ثم نقيل إلى البصرة ليدفن في مقبرة الحسن البصري في الزبير هذا ملخص لحياة الشعر نأتي إلى السؤال الأهم عن بدر شاكر السياب السؤال يقول عزيزي الطالب بما تميزت قصائد السياب نقول تميزت قصائد السياب أولا بالتدفق الشعري ثانيا الخروج عن الشكل التقليدي للقصيدة ويعتبر هو من رواد الشعر الحر وأوائل الذين نظموا في الشعر الحر وهي القصيدة التي خرجت عن المألوف أو الشعر العمودي المتعارف عليه النقطة الأهم في مميزات قصائد السياب أنها اتسمت بملمح حزن وهذا الملمح الحزن سيطر عليه بسبب ظروف حياته الصعبة من النواحي الاجتماعية والنفسية والجسدية ولا سيما مرضه إذن سيطر على قصائد السياب بشكل عام تميزت قصائده بملمح الحزن من الممكن أن نسأل بطريقة أخرى أن شعر السياب سيطر عليه ملمح الحزن ما السبب؟ نقول السبب الظروف التي عاشها الشعر سؤال آخر ما هي أبرز دواوين الشعر بدر شاكر السياب؟ نقول دواوينه كثيرة منها أزهار ذابلة في عام 1947 والأسلحة والأطفال عام 1954 والمعبد الغريق عام 1962 ومنزل الأقنان عام 1963 هذه أبرز مؤلفات الشاعر دأتي إلى قصيدة الشاعر التي هي من ضمن منهجكم أزيزي الطالب وهي قصيدة أنشودة المطر هذه القصيدة محدد لك في الكتاب إلى أين الحفظ؟ يقول الشاعر عزيزي الطالب في هذه القصيدة أينك غابتان خيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر أينك حين تبسمان تورق الكروم وتلقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر كأنما تنبض في غوريهما النجوم وتغرقان في ضباب من أسا شفيف كالبحر سرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف والموت والميلاد والظلام والضياء فتستفيق من الأروح رأشة البكاء ونشوة وحشية تعانق السماء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم وقطرة فقطرة تذوب في المطر وكركر الأطفال في عرائش الكروم ودغدغت صمت العصافير على الشجر ونشودت المطر مطر 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 الحفظ عزيز الطالب هو إلى كنشوة طفل إذا خاف من القمر ننتقل إلى التعليق النقدي ما الأسئلة التي من الممكن أن تواجهنا فيما يتعلق بقصيدة انشودة المطر للشاعر بدر شاكر السيار السؤال الأول عزيز الطالب يقول ما الذي يرسمه الشاعر في قصيدة انشودة المطر نقول أن الشاعر في هذه القصيدة يرسم بدر شاكر السيار في هذه القصيدة التي تعتبر من عيون الشعر العربي الحديث بمعنى أن هذه القصيدة تعد من أهم القصائد في الأدب العربي الحديث يرسم صورة للمجتمع العراقي بطبقاته وفئاته الاجتماعية ويحاول تصوير التفاوت الطبقي بين الناس بنبرة من الحزن والأسى كيف صور الشاعر العراق في قصيدته نقول صور بلده العراق حبيبة خيالية صور العراق حبيبة خيالية يضفي عليها ملامح ريف بلده وأنهاره وغاباته وبساتينه فأيناها غابة نخيل أو شرفتان من شرفات مدن العراق السؤال الآخر يقول ماذا نعني بأنسنة الأشياء وأين تجده في قصيدة السياب نقول أن أنسنة الأشياء نعني بها نوع من أنواع تصوير الأشياء المادية أو النباتات أو الحيوانات بملامح بشرية أو تشخيصها أي جعلها شخصيات إنسانية تعي وتشعر وتتكلم سؤال آخر عزيزي الطالب ما الذي تعكسه قصيدة السياب هذه نقول أن هذه القصيدة هي انعكاس لحالة المجتمع التفاوت الطبقي في المجتمع العراقي آنذاك في الخمسينيات من القرن العشرين منقسم إلى طبقة فقراء ومحرومين من كسبة وصيادين وفلاحين وطبقة المنتفعين الذين هم الأغنياء من إقطائيين والبرجوازين موارد البلد تذهب لطبقة دون طبقة وليس هناك توزيع عادل لثرواته وهذا ما عبرت عنه القصيدة أصدق تأبير حيث يقول الشاعر أصيح بالخليج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والرداء فيرجع الصدى كأنه نشيج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والرداء بمعنى أن صوته يعود الصدى يعود دون وجود أي جواب للتساؤل الذي تسائل عنه الشاعر السؤال الآخر يقول حاول الشاعر في قصيدته أن يؤتي صورة لطبقات الاجتماعية ماذا يسمى هذا النوع من النقد؟ نقول أن هذا النوع من النقد الذي يؤنى فيه الناقد بتحليل الطبقات الاجتماعية التي تحيط بالشاعر وربط رؤيته بطبقة من هذه الطبقات يؤرف بالنقد الاجتماعي وحاول الشاعر في هذه القصيدة أن يصور التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع نأتي إلى السؤال الأهم الذي من الممكن أن يرد في هذا الموضوع عزيز الطالب ما اللازمة التي كررها الشاعر في القصيدة؟ وعلى ماذا يدل تكرار هذه اللازمة؟ اللازمة التي كررها الشاعر في هذه القصيدة هي مفردة مطر 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 لماذا كرر هذه المفردة؟ نقول أن هذه المفردة تدل على خيرات العراق بأن خيرات العراق تتساقط أو تتكاثر كتكاثر المطر بين أي منحنيين استطاع الشاعر الموازنة في القصيدة؟ نقول أنه استطاع أن يوازن بين منحنيين هما منحنة الفن للفن ومنحنة الفن للمجتمع بمعنى أن الشاعر اهتم بتزويق ألفاظه واختيارها وهذا ضمن الفن للفن إضافة إلى أنه ناقش أمرا يهم المجتمع وهذا ما نقول عنه بأنه الفن للمجتمع السؤال الآخر عزيزي الطالب ما الذي أظهرته القصيدة وكيف؟ نقول أن القصيدة تظهر الواقع الاجتماعي في العراق وتؤبر عن إرادة الناس بالانعتاق من الظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي من هم أبرز رواد الشعر الحر في العصر الحديث؟ نقول أن أبرز رواد الشعر الحر هو بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وأبد الوهاب البياتي وبولند الحيدري في العراق في مصر صلاح أبد الصبور وأحمد أبد المعطي حجازي وفي سوريا نزار قباني والشاعر أدونيس عزيزي الطالب تحدثنا في هذا الدرس عن شائر من رواد الشعر الحر وهو شائر بدر شاكر السياب وهو شائر عراقي كانت له الريادة في قصيدة الشعر الحر تناولنا قصيدة من أبرز قصائد الشعر الحر وتعد من عيون الأدب العربي الحديث وهي قصيدة انشودة المطر وقلنا أن الشائر في هذه القصيدة ناقش أو تحدث عن الفوارق الطبقية في المجتمع العراقي في فترة الخمسينيات من القرن الماضي حيث أن هناك طبقتان في المجتمع طبقة الفقراء والكسبة والمأدومين وطبقة الأغنياء والإقطاعيين والبرجوازيين وتحدث أن خيرات البلد كلها كانت تصب في جيوب الأغنياء والفقير لا يناله منها شيء هذا كل ما يمكننا أن نتحدث فيه عن قصيدة بدر شاكر السياب وعن هذا الشائر الذي كان له دورا وريادة في الأدب العربي الحديث ختاما سيكون لنا درس آخر إن شاء الله نتحدث عن شاعر آخر من شعراء مدرسة الشعر الحر شكرا لكم وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وشكرا لإصغائكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة